كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقد أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدة أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال مشيرة في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان حياة وكريمة وهي القصة المستوحى من مبادرة حياة كريمة والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال وقد أعرب السيد الرئيس عن متابعة سيادته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية مؤكدا سيادته أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بحجد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد من ناحية أخرى عرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامية والتي تنطلق مساء غد وهو الاختيار الذي وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيل أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية وإبراز التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة تقديم صورة حقا